دي بلدنا وديلا نحن نفس العادة توطيبة كل للم فرح بفرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاس مغيرنا سمحنا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباب والمشاهدون الخلص الأوفياء هذه رؤاي ألقاكم أرور من أشواقي أسرب فرحتي حتى مداي ارتاح من دمع الشموس على تجاعدي أشفى من أساي غبنا عنكم زمانا إن كان في هذا الغياب في قلوبكم منه وخزن ففي قلوبنا منه حد سيف كيف لا ونحن الشواقون التواقون للقاء الأحبة هكذا في كل مكان من باب فإذا تركت أخاك تأكله الذئاب فعلم بأنك يا أخاه ستستطاب ويأتي دورك بعده في لحظة إن لم يجيك الذئب تنهشك الكلاب إن تأكل النيران غرفة منزل فالغرفة الأخرى سيدركها الخراب غبنا زمانا أيها الأحباب عن الإطلالة ولكن في أرض الواقع في المشافي وفي غرف العمليات لم نغب فبرنامجكم مذ بدأت الحرب في الخرطوم بدأنا زيارات للولايات المختلفة فطفنا كل الولايات الآمنة مع عدى ولايات كردفان ودارفور كل الولايات البحر الأحمر كسلة القضارف سنار النيل الأبيض النيل الأزرق الشمالية والجزيرة بالتأكيد فأجريت حتى الآن أربع الف تمنمية وحداشر عملية جراحية والعمليات مستمرة بقيادة مجموعة طيبة من الأطباء الأوفياء الأجلاء الذين نذروا أنفسهم لهذا العمل دون أن يتقاضى أحد منهم أي شيء مقابل ذلك ولكنهم يرجون الأجر والثواب قدروا عفوا وعدوا وفوا سئلوا أغنوا علوا أعلوا ولعدل فوق السماء وفوق ما طلبوا فإذا أرادوا غاية نزلوا هم من أهل السودان الخلص الأوفياء أقول لكم أيها الأحباب إن أهلكم الطيبين الأوفياء البسطاء هذه بلدي والناس لهم ريح طيب وتحايا لاهثة ودموع ووداع متلهب كل الناس هنا أحباب هذه امرأة تبكي وهذا رجل يخفي دمع العينين بأكمام الجلباب سلم للأهل ولا تقطع عنا الجواب المستر محمد حمد النيل الكاشف استشاري جراحة وزراعة الكلة والجراحة العامة والجراحة الأوحية الطرفية المستر ربيع الفيل استشاري جراحة المخ والعصاب والعمود الفقري المستر الرفاع سليمان استشاري جراحة العظام والعمود الفقري المستر الصادق كورينا استشاري جراحة الأطفال المستر أحمد الطيب إبراهيم استشاري جراحة الكلة والمسالك البولية ومجموعة طيبة من الاختصاصيين في مجالات الجراحة العامة وجراحة الكلة والمسالك البولية والأوحية الطرفية وجراحة الأطفال وأكثر العمليات التي أجريناها تمثلت في عمليات الفستولة لمرض الفشل الكلوي بمتابعة واهتمام من المستر محمد حمد النيل الكاشف وميس هب عمر وميستر جمال مصطفى وميس سنية السيد بالإضافة لمجموعة من الأطباء في الولايات المختلفة التقيناهم في مستشفياتهم وتابعوا معنا هذه العمليات وعاوننا مجموعة من نواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز ثم مجموعة من أطباء سوريين وطبيب يمني من جامعة سنار الحمد لله رب العالمين أود أن أقول لكل الناس الذين يتابعون بنك الثواب إن ثلاثة عشر عاماً مضت من عمر البرنامج ودخلنا في عامنا الرابع عشر في الأول من سبتمبر الفين أربع عشرين ونود في هذه السنة الجديدة في السنة الرابعة عشر لبنك الثواب أن ندخل إلى قلوب الناس نود أن نطرح فكرة بسيطة جداً دعونا نتحدث بلسان سوداني عربي فصيح مبين وأكرر الكلام اللي أبدأه أو اللي بديته من أول حلقة لبنك الثواب في قناة هارموني لما قلت أنه أنا أحلم بأنه مليون من خمسة وأربعين مليون سوداني فقط مليون بس كده يا أخوان نطلقوا العنى لأخيلتكم مليون من خمسة وأربعين مليون سوداني حولوا عملوا أسنة في الأسبوع أي يوم من يوم الأسبوع حولت ألف جنيه مليون في ألف جنيه يا أخواننا مليار اللي هي تريليون بالقديم طيب كم من المستشفيات يمكن أن يعاد تأهيلها كم من غرف العمليات يمكن أن يعاد تأهيلها كم من غرف العناية المركزة يمكن أن تبنى وهذه إحدى مشكلات المستشفيات في الولايات المختلفة قادر تتخيل إنه ممكن يكون ولاية كاملة ما فيها غرفة ديناية مركزة قادر تتخيل إنه ولاية كاملة ما يكون فيها عربية بتاعة إسعاف واحدة طيب الفكرة بسيطة يا أخواننا ألف جنيه في الأسبوع من مليون نفر زي ما قلنا بتعمل مليار اللي هو تريليون بالقديم فكمل العمليات يمكن أن تجرى يعني الآن الناس زي ما قلت نزحت لا تبحثوا عن سياحة ولا عن طرفيه ولا عن مأكل ولا عن مشرب إنما أجبرتهم الحرب وسكنوا في دور الإيواء المختلفة في المدارس في الشوارع في بعض الناس قسد عليهم جدا في الإيجارات في الولايات ودي حاجة ما بتشبهنا ولا من أخلاقنا ولا من تربيتنا إحنا دعودنا كان غريبا جيتنا زي رفوق مشيك هل الحنان بلموك سلام ويحلفوا فيك ويقولوا ليك حال فين تجييف تقعد تجيل ما أنت العزيز والقومة ليك وبالضبيحة ولو جدادة وبالحليب اللابسة القشادة بكرموك ويلمو فيك هل الفريق ويونسوك وما أظن يوم أنت تحس إن الغريب لأنه ديل من السودان والرادة ليك يا السودان قوم إذا نزل الغريب بدارهم جعلوه رب صواهل وأمان وإذا دعوتهم ليوم كريهة سدوا شعع الشمس بالفرسان أقول أيها الأحباب إن هذه الفترة من بعد الحرب حتى الآن ما كان لها أن تكون بهذه الإنجازات لإجراء أكثر من أربع عالف و تمنمية عملية إلا بمساهمات طيبة مباركة من أناس ظلوا يساهمون في هذا البرنامج مذ بدأ حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم ولووا عمائمهم على الأقمار وتقلدوا يوم الوغة هندية أمضى إذا انطضيت من البتار إن خوفوك لقيت كل مخافة أو أمنوك سكنت دار قراري من بينهم فعل خير من سلطنة عمان هذا الرجل الذي ألف المروءة مذنشى فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضع نفس لها خلق الزمان لأنه مفن النفوس مفرق ما جمعا ويد لها كرم الغمام لأنه يسقي العمارة والمكان البلقعة بلادنا ليست موطنه ولكن يمر بها كما مر الغمام وقد خفي الزمان به علينا كسلك الدر يخفيه النظام تلذ له المروءة وهي تؤذي ومن يعشق يلذ له الغرام تعلقها هواقيس لليلة ووصلها فليس به سقام هذا الرجل الإنسان ظل يتحمل الجزء الأكبر من المبالغ التي تتطلبها غرف العمليات والمستهلكات الطبية وقد يستغرب البعض أنه يقول لك أن العمليات ليه بقت غالية انتبه كل بساطة شوف الجنه السوداني وصل وين مقابل أي عملة غير سودانية المستهلكات الكنة بناخدها يعني الخيط الكنة بنستخدم في عمليات الفستولة كان الخيط الواحد أو كانت الدستة كاملة بـ 80 ألف جنه الآن الدستة تتجاوز الأربعمية ألف جنه وعلى ذلك قس مصاطر مسامير نخاعية أسلاك تستخدم بالنسبة للعمليات الكسور مجموعة خبيرة جدا من المستهلكات ارتفعت أسعارها بصورة جنونية بعد الحرب وبعضها للأسف الشديد نادر الوجود جدا وما بتلقاه إلا بطرق أحيانا ممكن تقول طرق ملتوية للأسف الشديد وارتفعت جدا أسعار الأدوية والعلاجات والفحوصات وزي ما قلت أنه فاعل الخير العماني تحمل الجزء الأكبر في فاعل خير قطري ما إن نرسل عبر مجموعات بنك الثواب نرسل رسالة بمجموعة الحالات إلا ويسارع بإرسال مبلغ يتراوح ولكنه الآن وصل 150 الفجنيه لكل مجموعة نرسلها هؤلاء الأفقه هاضل الأوفياء من سلطنة عمان أو من دولة قطر وهم ليس من أبناء السودان ولكنهم أبناء العروبة فيساهمون بهذا الخير العميم وعلي من هنا أرسل رسالة في مجموعة طيبة من أبناء السودان الخلص في دوحة العرب عملوا قروب سموه قروب المية مية نفر في مية ريال مية زول في مية ريال المية نفر في مية ريال بعشر آلف ريال اللي هي في السودان أكثر من سبعة مليون جنيه كمل العمليات ممكن أن تجرؤ أنا الآن أخواننا أمامي أكثر من تمانية وستين فاتورة لعمليات للأسف عاجلة وطارئة لكنها كل مرة بنزل مجموعة وأنا أحلم كما يحلم زملائي في بنك الثواب بأنه تفعل عند الناس فكرة ألف جنيه في الأسبوع من مليون سوداني بالبسيط ما حنضطر نطالب الناس بمبالغ كبيرة ولا إنت حتطلع من جيبة كل من مالك كثير لكن أذكركم بالآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآن مما تحبون يحبون المال حبا جمى هذا قرآن كريم ده ما كلامي من المال البنحب ده ألف جنيه فقط كل أسبوع فهل ثم هل ثم هل أيها الأحباب المشاهدون الخلص الأوفياء إن أهلكم الطيبين الأوفياء على امتداد هذا السودان كانوا يحتاجون إلى عمليات جراحية قبل الحرب بعضهم يعاني من أمراض دائمة أو أمراض مستمرة أو أمراض حادة اضطروا للهجرة من منازلهم ومن ديارهم ومن أمنهم وأمانهم إلى ولايات أخرى لا يتوفر فيها ما كان يتوفر لهم في ولاياتهم مراكز غسيلة الكلة أي نعم بتغسيل مجانا لكن بتشتغل بكت 24 ساعة ورديات متواصلة زمان كان بتشتغل 3 ورديات في بعض المدن كان بتشتغل ورديتين الآن مراكز الكلة عليها رش كبير جدا من الناس لأنه انتشرت في الفترة الأخيرة أمراض الفشل الكلوي وللأسف الشديد انتشرت بصورة كبيرة جدا أورام السرطان وللأسف الشديد انه الإشعاع ما متوفر إلا في مروي فلك أن تتخيل رحلة إنسان بسيط دخله محدود جدا من ولاية نائية جدا فلنقل مثلا شمال كردفان يتحرك حروف أمنية صعبة جدا عشان يصل في ناس الآن رجعوا من الأبيض من الأبيض يتحرك إلى الدبة ثلاثة أربعة خمسة يوم في صحراء وهو يعاني من الفشل الكلوي أو يعاني من أورام سرطانية عشان يصل الدبة عشان من الدبة يصل مروي عشان بعد ذاك ينتظر حجزه يسكن وين يأكل شنو يشرب شنو يصرف كيف يجيب أدويته الدائمة دي من وين لحد ما ينتظر موعد الجلسات اللي بغرروها له الجلسات تقرر يعني أقل فاتورة جلساتنا لجلسات أكثر من 2 مليون جنيه من منكم لهم من يمسح دموعهم من يخفف آلامهم من يربط على أكتافهم من يقول لهم أنا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير إلى قيام الساعة أبناؤكم المتغربون عن ديارهم من أبناء السودان في الخليج العربي أو في كل أسقائي العالم زادت عليهم الآن المعاناة الزولة الكام بيرسل من عرق جهده وغربته بيستقطع مبلغ عشان يرسلوا لأسرته الآن مضطر يانس مرتب أو 3-4 مرتبوا يرسلوا للسودان لأنه أكيد نسبيتهم نزحوا ساكنين في ولاية بإيجار عالي جدا عاوزين يأكلوا عاوزين يشربوا عاوزين يتعالجوا وهكذا حالهم وهم لسان حالهم أصلا حبذ السودان من بلد يفتدى بالمال والولد حبذ السودان من بلد يفتدى بالروح والجسد لو أن الله سيدني وعلى الأفلاك أمرني لقلت في سري وفي علني رب ارجعني إلى وطني أو لعلهم يرددون مع سيف الدين الدسوق عد إلى النيل لا تسأل عن التعب الشوق طي ضلوعي ليس باللعب لي في الديار ديار كلما طرفت عيني يرفض ياها في جاهدبي الناس في وطني شوق يهزهزهم كما يهز نسيم قامت القصب الجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا بلا سبب الناس أروع ما فيهم بساطتهم ولكن بعدنهم أغلى من الذهب نود لهذه القيم أن تعود المرحلة الجاية يا أخوانا تحتاجنا جميعا أيها المشاهدون الخلص الأوفياء نحتاج أن نراجع أنفسنا نحتاج لتكاتف وتعاضد وتراحم تأبر رماحه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترغنا تكسرة أحده أي سوداني أصيل حر والبلد الحرب دي ما علمته ما درسته ما خلته يراجع نفسه يبقى ما سوداني فنحن يا أخوانا محتاجين بالبسيط جدا أنا والله أتخيل فقط لو إنه الناس ساهمت مع بعض كل حي عمل بنك ثواب خاص به بالبسيط وأنا مصير على البسيط لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق شوفوا فضل الصدق أخوانا القرآن الكريم بيقول وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين بعدما يموت الإنسان أول ما يتراء له أنه يتمنى رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب ما عشان أحج ولا عشان أصوم ولا عشان أصلي ولا عشان أزكي فقط لأتصدق ليه؟ قالوا لي سببين إما أنه رأى فضل صدقته بعد موته ويتمنى يرجع يزيدا أو أنه شاف فضل الصدقة وهو لم يتصدق شاف فضلها وأنه هي إنقاذ من عذاب وهلاك خلونا يا إخواننا دائما نتأمل القرآن الكريم ده كثير من الناس بيقراه بدون ما يتأمل وبدون ما يتفكر يعني كثير من نسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا جربت أنت المسألة دي جربت أنه يكون عندك صدقة خفية بينك وبين ربك رصيد بترسل لأسرة متعففة لأرامل لأيتام أبواب الخير كثيرة جدا والناس الآن في السودان في عدد كبير من الناس حتى الناس اللي كانوا ميسوري الحال قبل الحرب الآن محتاجين لكن الناس متعففين تحسبهم أغنياء من التعفف عشان كده يا إخواننا أرجع وقول تاني وتالت وعاشر عاوزين من مليون سوداني ألف جنيه في الأسبوع يعني أنت في الشهر بتنفق أربع ألف والله يضاعف لما يشاء في ناس يا إخواننا يعني في ناس بسطاء جدا ونماذج سودانية مشرقة جدا ودونكم المرحومة زهرة محجوب نواي من الفاو وما كانت تقدم اللي هي كانت مهنتها في غسل الملابس بكل شرف وإباء بتخصص يوم الاثنين من الأسبوع من أي أسبوع يوم الاثنين كامل قروش الغسيل والمكوى بترسل الإبن كالتبا أليست هي أغنى منا جميعا ناس بسطاء جدا أم الناس يوصف ضي النور من كوستي مربع سبع عشرين الكل أسبوع بترسل لبنك الثواب اللي سنوات ما توقفت أبدا أبو عمر المداوم من سنوات طويلة جدا فعل خير من تبوك اللي بيرسل يوميا ألف جنيه يوميا بيرسل ألف جنيه هو كل أسبوع بيرسل سبعة كل جمعة لكن لكم أن تتخيلوا الزلداء ما توقف عن هذا العمل لسنوات طويلة جدا فعل خير من دبي اللي بيرسل كل أسبوع مبلغ ميتين وخمسين درهم لسنوات ما توقف عن هذا أبدا ولا أشرف الآن مسميه واحد من أشرف أبناء السودان بالمملكة العربية السعودية البيرسل كل جمعة فجري كل جمعة بينزل في رصيد سوابه مبلغ خمسين ألف جنيه غير الأسماء الكثيرة جدا خالد جاقوق من الصلحاب القرير ولا أمي ثاق من القرير ولا مجموعات كبيرة جدا طيبة وفية جدا من حلف الجديد ومن القرير قروب الخير يجمعنا في أم أيوب من القرير ولا جمعية فينا خير مجموعة نساء من الدوحة مع بعض القطريات بقيادة أم محمد يعني دي مجموعات طيبة مباركة وأسماء والله أنا لو خصصت حلقات وحلقات لا أذكر لكم الأسماء المذكورة أصلا عند المولى سبحانه وتعالى أكون عاجزا عن ذلك أبو أمل زهر اسمه أبو أمل والله لا نعرفه ولا يعرفنا غير أنه كل جمعة بينزل في رصيد مبلغ ثلاثين ألف جنيه في خير أكثر من كده يا أخوانا فعلت خير من كوستي فعل خير من كوستي أنا مسميه زينة شباب كوستي الناس دي الكلهم نعرفهم من خلال الخير الذي يقدمون ولا يود أحدهم أن يذكر فخلي بينك وبين ربك صدقة خفية رصيد ألف جنيه أيتام تابعهم تولى رعايتهم بين حين وآخر قدم ليهم أرامل مرضى مكفوفين في ناس عندهم كثير جدا من الأمراض المستمرة جيب ليهوا دو الضغط اللي بتناولوا دو السكر اللي بياخدوا الهس الأنبيجة شبه معدوم في عدد كبير جدا من مناطق السودان نحن محتاجين نراجع أنفسنا محتاجين نجيف مع أنفسنا عشان نؤكد أن فعلا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير إلى قيام الساعة ونحن هل السودان الكل لبنخالف الشاعر الكبير صلى عبد الصبور في بعض ما قاله ونوافقه في بعض ما قاله صلى عبد الصبور قال الناس في بلدي يصنعون الحب كلامهم أنغام ولغوهم بسام وحين يتقابلون ينطقون بالسلام نحن بنخالف في أن الناس في بلدي لا يصنعون الحب لأن الحب عندنا صنع لا تصنع وطبع لا تطبر الناس هكذا الناس في بلدي تعاددا وتكاتفا وتراحما جميعهم أحباب وإخوان وأصدقاء وأوفياء وتجدهم في الحرة دائما بدأ القوم قدامك هم سندك وهم ظهرك وهم أمامك وهم ديركتك فنوافقه حينما يتغنى هما نهران في مجرى تبارك ذلك المجرى فيسراه على اليمنى ويمناه على اليسرى وهذا الأزرق العاتي تدفق خالدا حرة وذاك الأبيض الهادي يضم الأزرق الصدر فما اختلفا ولا اشتجرة ولا اختلفا ولا انتهرة ولا هذه ولا تلكا ولا الدنيا بما فيها تساوي ملتقى إلينا في الخرطوم يا سمرة نحن دارين نؤكد يا أخواننا كثير جدا من شعاراءنا عندهم كلمة نحن ونحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا ونحن بخروز بنملاه وبنكرم ضيفنا القيم دي عوزنا على أرض الواقع تكاتف وتعادد وتراحم مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة فأحزنها بأن الثغبة يسرق ماءها عبره ولكن دون أن تدري سقط من خلفها هرة فلا تحزن فرب لكسرة جبرة الله أيها الأحباب نود من هنا من هذا المكان وعبر هذه الإطلالة التي نتمنى أن تتواصل معكم لنفيدكم بالعمليات التي تجرى ما بين أسبوع وآخر نقدم أكثر من عشر أو خمستاشر مريض يحتاجون لعمليات في مدن السودان المختلفة زمان يمكن كنا بنعتمد على أنه مريض بيجيب الفاتورة بنصور معاه بكل الشفافية والوضوح ده المريض فلان عنده عملية كده في مستشفى كده بمبلغ كده جمع كده والفاضل كده بنعرضه والمبالغ بتيه وتدفع المبالغ للمستشفيات مباشرة الآن الناس متفرقة جدا في عدد من مدن السودان ومسامير نقاعية ركت في العناية المكثفة في عدد برة أكثر من 18 يوم كم من المبالغ المغرر عليهم الآن يحتاج لعملية قيمة العملية فقط ببلغ 2 مليون و600 ألف جنيه دي نماذج أنا بقول لكم الآن الآن انتظرنا في مدينة الفاو أكثر من 16 مريض كلهم يعانون من الفشل الكلوي احتاجين لعمليات العملية ب300 ألف جنيه ل16 مريض من العمليات الأجريناها والتي رأينا كيف أن الفرحة تدخل في قلوب الناس في قلوب الأسر عمليات الشفة الأرنبية على يد المستر زكي ضوالبيت اختصاص الجراحة الوتي والفكين من مبادرة الشفة الأرنبية والمستر محمود الدومة اختصاص الجراحة الوتي والفكين أكبر ولاية لقين فيها عدد كبير جدا من الأطفال عندهم الشفة الأرنبية اللي تولدوا بيها في ولاية كسلة أجريت بحمد المولى سبحانه وتعالى في كسلة وحدها أكثر من 350 عمليات شفة الأرنبية وأنا والله أشهد أنه طول عمر البرنامج أنا ما شفت فرحة بتكون زي الفرحة اللي بتكون لطفل طبعا عمليات الشفة الأرنبية كلها بتجرى بتخدير كامل فاتخيل طفل عمره ستة أو سبعة وتمانية سنة أول ما يطلع من التخدير أول حاجة بيكون عايزة بيكون دائر مراية عشان يشوف نفسه بعد العملية وتعال شوف بعد ذات دموع الفرح بعد العملية مباشرة بنشوف عن والدينه ودموع الفرح والسعادة المخلوطة بالضحك وسرور وبهجة للطفل ذاته بعد العملية أي سرور هذا أقرب القربات للمولى سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب المؤمن تفك عنه دينا تفرج عنه كربة ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة شوفوا الآن قيمة الأكل والشراب ده الناس عرفتة تماما في نزوحهم الناس الهاجرت كثير جدا مشت عبر الصحراء إلى مصر كم فقدنا من الناس المشوا بالتهريب وبرضو يا ريتناك ده برضو تكلم في الحتة دي وأقول للناس إخواننا القناعة هي القناعة تفلزمها تكن ملكا لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فات منها بغير القطن والكفن انت ما مضطر تسوق والدتك الكبيرة في السن أو والدك الكبير في السن أو أطفالك في طريق بتعمه هالك هذا اللي بيكونوا ودودين جدا لحد ما يضمنوا لنا بتركب معاهم وأول ما يطلعوا في الخلع المعاملة بتختلف تماما المعاملة بتختلف تماما أول حاجة بيمشي بسرعة جنونية لو وقفتوا لقضاء حاجة ما بقيف لك لو قلت لو عندي زول عاجة ممكن ينزلك ويمشي يقول لك أنا ما بتحمل النزول يموت لي هنا وأنا أتحمل مسؤوليته عدد من الناس نزلوهم للأسف في الصحراء عدد كبير جدا من أهلنا وأمهاتنا وأخواتنا وأطفالنا وشبابنا ماتوا في الصحراء غير الناس الأصلا وصلوا بإحصاءات للمستشفيات في أسوان وبعضهم الوصل لحد القاهرة ومات في القاهرة إخواننا أنا أردد وأقول بين الفينة والأخرى نحن محتاجين نتكاتف ونضعاضط وممكن نلخص الحلقة دي كلها في رسالتنا بحلم بنك الثواب العريض جدا حلم مجموعة بنك الثواب التي تقدم هذا البرنامج والتي تسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتفق الناس لسنة حميدة جدا بألف جنيه في الأسبوع من خمسة وأربعين مليون سوداني أب خرز بن ملاه وبنكرم ضيفنا وفوق رقاب الناس مجرب سيفنا لا أب خرز عاوزين ألف جنيه من أب خرز ده ألف جنيه فقط عشان نقدر من مليون سوداني يكون عندنا كل أسبوع مبلغ مليار اللي هو تريليون بالقديم عشان عاوزين نبدأ في عادة تأهيل المستشفيات والكلام دي أخواننا كله حيكون موثق وحتشوفوه بأنفسكم والمسألة دي ميسورة وقادرين على جدا نشوفوا النموذي اللي قدمناه لما أعيد تأهيل مستشفى الخرطوم والطوارئ اللي كانت كلها من سوق السجانة ما اضطرين أصلاً اشترينا حاجة للطوارئ الأعيد تأهيله تماماً قبل الحرب في مستشفى الخرطوم الآن نحلم أنه من المليون ده من المليار ده من الألف جنيه اللي أنت بترسلها كل أسبوع دي عاوزين نعمل غرفة عناية مركزة في المتمة عاوزين نعمل غرفة عمليات حديثة في مستشفى الدني عاوزين نعمل غرفة عناية مركزة في مستشفى الفاو عاوزين نعمل غرفة عمليات متطورة جداً في حلفة جديدة عشان نخفض على الناس فهل ثم هل ثم هل والله لا أجد ختاماً إلا أن أقول ما قاله أستاذنا الدكتور الحبر يوسف نور الدائم حبذ السودان من بلد يفتدى بالمال والولد حبذ السودان من بلد يفتدى بالروح والجسد لو أن الله سيدني وعلى الأفلاك أمرني لقلت في سري وفي علني رب ارجعني إلى وطني وما قاله دكتور الحبر الذي قصدته هو يا من بذلتم لنا المعروف ذل لكم في القلب مني مكان مشرف عالي يا من بذلتم لنا المعروف طاب لكم مني الدعاء فحييتم بهالطال يا حبذا أنتم لذ حديثكم كالشهد سيب لضمآن بسلسال بيني وبينكم ود تعهده رب السماء بتطهير وإكمال وأختم فأقول كت يا بلد ويكتنفتشوا لي مقامك كت بكسليك المقامات البعيدة والنجيمات البتلمع تبقى فوق أو تبقى سيدة وكت يا بلد والناس تزاز عشان رضاها وفي جديدة مشتول على الخاطر موسط في الدميعات البتتسق بالقصيدة ماهن علي ومساك محفل بالمزازيك الحزينة لا أنت قادر تشتهيها لأن احنا قادرين نبكي فيها ولا هي قادر تكون مراسي ومددت إلى التوديع كفا ضعيفة واخرى على الرمباي فوقفوا أهدي فما كان هذا آخر العهد منكم ولا كان هذا التوديع آخر زادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بلدنا ودي لنحنا نفس العادة توطيبة وكل للب فرح بفرحنا دايماً ضحكتنا قريبة بنجاس مغرنا سمحنا